هي الحرب دماء تغرق الأرض وأرقام تسرد في صالونة الاجتماعات والمؤتمرات الدولية وما بين ذلك وذاك تتسع حدود المأساة وأبعادها الكارثية ولا ضير هنا في التعريج على قراءة عداد الموت الوارد في محفل حقوق الإنسان في جينيف يتحدث وزير حقوق الإنسان اليمن محمد عسكر فيحمل كبرى الرقم في صفحات الرصد هول الفاجعة على مسامع الحاضرين يقول الوزير إن أعداد الضحايا من المدنيين وصل إلى نحو أربعين ألف شخص بين قتيل وجريح وفي تفاصيل الرقم يقول عسكر إن أعداد القتلى تخطى الأحد عشر ألف قتيل أما الجرحى فثمانية وعشرون ألفا أخرين وبالتأكيد لم تقف حدود الكارثة هنا وحسب فالحرب لا تكتفي بمن تصيبهم حمامها المباشرة ليكونوا ضحايا فالمشردون والنازحون والمختطفون والمخفيون والمدمرة أملاكهم وأمالهم هم ضحايا أيضا وإن بمستوية متفاوتة وفي هذا المستوى من المأساة تتحدث الأرقام عن سبعة عشر ألفا من الناشطين والصحفيين والأكاديميين في معتقلات الميليشيا يتعرضون لصنوف التعذيب بعضهم فارق الحياة وبعضهم على وشك الموت كما تنبئ الأخبار الراشحة من تلك المعتقلات وما بين الواقع المر والحزين في اليمن والنشاط الإنسان في أروقة المؤتمرات الدولية تعلق آمال الكثيرون في أن تجد المأساة الإنسانية أذنا صاغية وتحركا جادا وفعالا للتخفيف من معاناة المدنيين وأوجاعهم ولن يتحقق ذلك إلا بردع حازم للميليشيا يقول مراقبون